عنا حضراتكو قصة المطعم أو الفندق اللي كان فيه البنت المحجبة وأكتر من بنت محجبة وأكتر من بنت غير محجبة ورايحين يحتفلوا وا 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 وتم منعهم من دخول وقالوا إنه المحجبات ما تدخلش ده شيء ماينفعش مرفوض ومرفوض حتى إنه حد يعد يتناقش فيه قولك لا أصله هو ومش هو لا لو هو تابع لمكان تابع للسياحة المصرية ماينفعش لكن لو واحد بقى عامل حاجة خاصة جدا وليه تفاصيل خلاص يبقى المواطن هنا ما حبكش زي ما بنقول كده يسيب الدنيا دي كلها ويروح للأماكن اللي فيه شروط حصل جديد حصل جديد خلينا نعرف الجديد اللي حصل فيه لأنه الحقيقة غرفة المطعم حذرت المنشآت السياحية من ممارسة سياسة التمييز للرواد بتوها خليني أراحب على التليفون بالأستاذ علي كامل منصور عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية أهلا بحضرتك معنا يا فن يا أهلا بحضرتك أستاذ عزة كل سنة وحضرتك طيبة وبخير وحضرتك طيبة يا فن وحضرتك طيبة هذا لم يحدث ولم يحصل ولم نتلقى بغرفة المنشآت السياحية والمطاعم أي شكوى من هذا السياق ما المطلعين تحذير ليه؟ لا أما من مطلعة السياحة إحنا معادينا غرفة المطاعم بتحذر المنشآت السياحية وبنرحب كل المحجبات وما فيش حد يقدر يقول مواطنة سواء مصرية أو شعودية ما تدخليش مطاعم عشان أنت محجبك ده لم يحدث ولو حدث فالمطاعم حسب رؤيتنا وحسب اتفاقنا مع وزارة السياحة والتفكيش سوف يغلق المطاعم في حالة المخالفة لأي تضرر لأي مواطن سواء مصري أو عربي يدخل بالكوب أو الجلباب أو العباية احنا بتكلم على الحجاب المصري كمان الحجاب المصري أنه رحب بيهم وهتوق دراغنا لو حصل بتبقى العقوبات ايه بعد إذن حضرتك غلق للمنشآة فورا غلقها فورا غلق للمنشآة فورا وده كلام أنا بقوله عن لسان علي كامل منصور بتوجيهات وزارة السياحة وعندنا وزارة قوية مشددة في كل الأمور لأن احنا من رحب كل المواطنين سواء عرب أو مصريين تماما حاجة اسمها دخل بحكاب أو دخل بجلبية أو بتوب الكلام هذا غير طبعا صحيح وما حصلش يعني احنا ما تلقناش اي حد شك لو حد عنده وقعة زي كده يتفضل احنا ما نقولش الكلام ده لكن احنا ده ضد منشآة بعينها دي كانت ترويق لمنشآة ترويق ده كان ترويق لكن احنا ما حصلش من عندنا القصة دي كان حد بيروج للمكان بتاعه حد بيروج بس ما حدش يقدر يقول ممنوع دخول ايوة بس عملية الترويق جت بشكل عكسي الحقيق اه ممكن لكن ده لم يحدث واحنا عدنا في اجتماع في هذا الموضوع وشددنا انه هذا لو حدث لأي مواطنة سواء مصرية او عربية المنشآة تغلق فورا شكرك شكرك فاند شكرك أستاذ علي كامل منصور شكرك شكرا جزيلا احطلع فاصل سريع بعد الفاصل هيشرفني